توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة النمو المتوقع في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري بنصف نقطة مئوية لتسجل 2.9% وأكد التقرير أن الانخفاض يرجع للتغيرات الجيوسياسية جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يصاحبها من اضطرابات واسعة خاصة في البحر الأحمر وانعكساتها على حركة التجارة الدولية حالة من عدم اليقين يواجهها الاقتصاد العالمي تحت وطأة العديد من التطورات المختلفة وعلى رأسها العوامل الجيوسياسية جراء تداعيات الحرب الحالية في غزة وما يصاحبها من اضطرابات واسعة بما في ذلك التوترات في منطقة البحر الأحمر وانعكساتها على حركة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خفض تقرير صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقع في المنطقة خلال العام الجاري بنصف نقطة مئوية إلى 2.9% وذلك بعد نسبة نمو متواضعة سجلها اقتصاد المنطقة في العام الماضي بلغت 2% التقرير توقع أيضا أن يظل متوسط النمو لدى الدول الأقل دخلا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنطقة السالبة في استمرار للانكماش الحاد المسجل خلال العام الماضي الحرب في غزة أدت إلى تأثيرات سلبية على قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط حيث تسببت في انخفاض أعداد الزوار الحرب في غزة لها أيضا تأثيرات متعددة على قطاع التجارة في المنطقة وهذه تأثيرات تتراوح من معتدلة إلى شديدة بناء على تطور الأحداث ومدى تساع رقعة الصراع ووفقا لمحللين فإن الحرب في غزة لن ينتج عنها انكماش في الاقتصاد العالمي لكن التأثير المتوقع لها هو ارتفاع تكلفة شحن البضائع حول العالم خصوصا في أوروبا مما يؤدي إلى معاودة ارتفاع نسب التضخم من جديد بهذه الدول وهذا ما ستنتج عنه مخالفة توقعات خفض الفائدة حول العالم خلال العام الحالي وتهدد للضرابات التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر بتعميق آلام الاقتصاد العالمي بعد أن قررت شركات عالمية كبرى زيادة أسعار الشحن لتجنبها السيرة عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات على السفن التجارية واتخاذ العديد من الشركات مسارات بديلة حول أفريقيا